موسيقى السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في برنامج من الحياة عشية يوم الشهيد خرج المعلمون إلى الشارع للاحتجاج على وضعية التعليم والتربية المعلم والأستاذ في الجزائر إضربات تتكرر احتجاجات تتواصل والمسؤول لا ندري أين هو من كل هذا الرئيس عبد المجيد تبون أعطى منزلة كبيرة للمعلم واستشهد في حديث سابق له ببيت شعري لخص فيها مكانة الأستاذ والمعلم ولكن هل المكانة التي تحدث عليها الرئيس عن المعلمين تترجم فعلا الواقع الذي يعيشونه اليوم أم لا هل أصبحت الإضربات هي الوسيلة الأخيرة أمام المعلمين لرفع شغالاتهم وما حقيقة الإضراب المفتوح الذي يتم الحديث عليه لكن في مقابل من ذلك جاءت الحكومة بمخطط عملها بنقاط مهمة لإعادة قطار التربية إلى السكة فهل إضراب الأمس للمعلمين هو رد بأن هذا المخطط الحكومي في جانبه التربوي غير كاف ولا يلبي الطموحات أم ماذا؟ رئيس الجمهورية أيضا في حديثه عن مطالب أساتذة التعليم الإبتدائي تعهد بحل انشغالاتهم خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير مؤكدا على صعوبة مهنتهم وضعف أجرهم في المقابل هنا يقول البعض لماذا يستعجل المعلمون والأساتذة الإضرابات والرئيس ما دام أن القضية أصبحت قضية وقت فقط والرئيس وعد بحل مشاكلهم في أقرب وقت ممكن أسعد كثيرا لمناقشة هذه النقاط ونقاط أخرى أنا صديفة معي هنا في البلاطوس سيد محمد بخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية سابقا مرحبا بك سيد بخطة أهلا وسهلا شكرا وأسعد أيضا باستضافة سيد إليس شراد عضو التنسيقية الوطنية للتعليم الابتدائي مرحبا بك سيد شراد شكرا مبارك الله فيك كان من المفروض أن نتطرق إلى موضوع قضية التربية والتعليم وقضية المعلم بالأمس ما دام كان هناك حدث خرج المعلمون إلى الشارع بشكل كبير جدا ولكن نعود إليه اليوم ماذا حدث بالضبط سيد إليس شراد أبدأ معك هذا النقاش بسم الله أحمن الرحيم التحية للمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم أيضا ولك أستد بارك الله فيك على الدعوة الطيبة ما حدث أمس هو أن الأساتداء أرادوا أن يوصلوا مطالبهم ورسالتهم عن طريق سلوك حضاري يكفله الدستور وهو حرية التعبير حرية الإضراب حرية الانشغالات إلى الجهات الوصية خاصة بعد مسيرة طويلة من النضال ولم نتلقى أي إجابات إيجابية ملموسة بهذه المناسبة أيضا أحيي جميع الأساتداء والأولياء أيضا التي شاركوا في المسيرة يوم أمس 17 ففري لكن للأسف ومن المفالقات العجيبة أن الوزارة تسن قانونا يمنع الأستاذ من ضرب التلميذ ضرب غير مبرح يعني تأديب التلميذ وهذا أمر فيه خلاف عند علماء النفس لكنهم في نفس الأمر يسمحون للشرطي أن يتعدى ويضرب الأستاذ وهو ربما لبنى الأساسية في بناء المجتمعات أيضا نستنكر بشدة الاعتقالات والتوقيفات التي طالت كثير من الأساتذة لتكفله كمواطن حرية التنقل ما بين الولايات كثير من الأساتذة في ودسوف في ورقلا اعتقلوا في محطة النقل البرية في خروبة مدة يوم كامل بدون سبب دنبهم الوحيد أنهم جاءوا إلى العاصمة لماذا؟ لا أدري من أعطى الأوامر اعتقالهم؟ لماذا تم اعتقالهم؟ فيما بعد تم الإفراج عنهم؟ لا ندري هل عندما الآن نريد أن نرفع المطالب وأن تتكممني الأفواه وتمنعني عن إيصال الرسالة ثم تقول لي يعني أني هنا معاك باش نسمع لك كيف الشتيم السمع وأنت تكممني الأفواه؟ وفي نفس الوقت هناك اعتداءات في المسيرة ببعض عناصر الشرطة للأسف تعدات على الأساتذة الصور موجودة حتى في مواقع الفيسبوك بكثرة فيديوهات بكثرة ولكن هل تعتقد بأنه هي اعتداءات بدون سبب بدون مبرر معين لأنه في ناية المطعف الشرطة ليست مجنونة حتى تعتدي أو تضرب نحن بقنا بعض العناصر بتاع الشرطة وهذه المبررات نحن نتمنى إذن من الجهات المسؤولة تفتح تحقيق على ما جرى لأنه باش نشوف أستاذ زميلي يعينه زرقة ونشوف أستاذ أمامي يسب بالدات الإلهية من طرف شرطي هذا أمر خطير جدا لأنه عناصر الشرطة عندهم وظيفة معينة لحماية المواطن لحماية الأستاذ لحماية جميع أطراف المجتمع طيب سيد بوخطة هل ترى بأنه وزارة التربية والتعليم والتربية الوطنية متأخرة كثيرا في قضية مطالب الأساتذة ومطالب الفاعلين في قضية التربية الوطنية أم ماذا يعني؟ شكرا جزيلا أولا تحية لك ولي الضيف الكريم ومشاهدي قناة الحياة أسعد بوجودي معكم أولا وقبل كل شيء لا بد من وقفة لمناقشة مثل هذا السلوك أعتقد دائما أن ممارسة العنف اللفظي أو المادي إنما هي تعبير عن العجز والفشل لا يلجأ إلى مثل هذه الأسليب إلا من لا يملك غيرها من كفاءة وقدرة على التعاطي وعلى التفاعل وعلى إدارة الأزمات والملفات والأشخاص ولئن كان الأساتذة قد عنف هذه المرة فقد عنف قبلهم الأطباء وعنف قبلهم أساتذة الجامعات واعتدنا العنف في سلوكاتنا أعتقد أن المفروض هذا لا يثني مناضلا عن مطلبه النبيل وفي نفس الوقت حتى لا نقف عنده كثيرا هذه هي ضريبة النضال نتمنى يوما ما أن يتغير هذا وأن لا ينظر إلى الخارج إلى الشارع على أنه مجرم لأن هذا الأولا هذا حق مكفولا بين نص الدستور المادة 49 من الدستور تضمن حق التظاهر السلمي أولا ثانيا هذا البلد تحمل خروج فئات كثيرة من الشعب لمدة سنة كاملة كل جمعة وكل ثلاثاء ولم يحدث شيء فهل يعقل أن نخاف من أساتذتنا ومعلمين حين خرجوا للتعبير عن رأيهم أعتقد أنه بقطع النظر عن الطبيعة المطلبية التي يقدمنا فإن خروجهم لا أظن أنه فعلا يشكل خطرا حتى يتعامل معه بمثل هذه الطريقة لذلك أتمنى أن نتجاوز هذا وأن نعوضه بخبرتنا باستعابنا بقدرتنا على إدارة شعبنا بمختلف فئاته فيما يتعلق بالمطالب طبعا أنا لا أستطيع أن أعلق على المطالب حتى يطرحها أهلها ولكن أعتقد هنا أقصد فوق هذا أنا أعتقد دائما أننا عندنا مشكلة التواصل في مجتمعنا ابتداء من أكبرنا مسؤولية إلى أقلنا مسؤولية فنحن لا نتواصل في المؤسسات لا نتواصل في غرف المكاتب لا نتحدث حديثا مفيدا بين من يملك القرار ومن يملك الرأي ولكننا نتحدث خارج لهذا الإطار بلغة العنف ولغة العصى أعتقد أن هذا المنطق يجب أن يتغير عندما أتحدث عن وزارة التربية الوطنية طبعا نحن نشعر بغياب مؤسسات الدولة كلها لأنني قلت مرارا وأؤكد بأن الدولة عندما لا يكون مسؤول فيها قادرا على تبني خياراتها والدفاع عنها لن يبقى لها أثر واعتبار عند الناس ولذلك نحتاج من مسؤولين في قطاع التربية وفي غيره من القطاعات أن نجد المسؤول الذي يستوعب مشكلات المجتمع ويستوعب توجهات الدولة وخياراتها ويستطيع تبنيها والدفاع عنها عندما يشبح المسؤول أنا لا أتكلم عن القطاع التربية خاصة أنا أتكلم عن الدولة ككل بمختلف قطاعاتها نعم عندما يشبح المسؤول فعلا يملك هذه الكفاءة التي يستطيع بها أن يتبنى خيارات الدولة ويدافع عنها ويحل مشكلات مواطنية لأن هذه هي وظيفته الأولى ستتغير معطياتهم كثيرة متأخرة برأيك استجابة أو التعامل أو التطرق إلى هذه المطالب مطالب أساذة التعليم الابتدائي أو الثانوي أو المتوسط أو غيرها أو قضية الفاعلين حتى جميعا في تربية وطنية هناك البعض من ينادي إلى تغيير المناهج التربوية والكثير من السلوكات التي شهدناها في وقت سابق سيد مخطأ صديقي هناك منظومة هي أم المنظومات وهي المنظومة السياسية عندما تصبح المنظومة السياسية منظومة ناجحة متقدمة ستكون مختلف المنظومات بما فيها المنظومة التربوية منظومة أيضا ناجحة متقدمة عندما لا تكون المنظومة السياسية منظومة ناجحة مخلخلة لا تبدو عليها قوة في الإرادة وفي الطرح سينسحب ذلك بعد ذلك هذا على جميع المنظومات المسيرة للمجتمع فلا تنتظر منظومة تربوية ناجحة في ظل منظومة سياسية غير ناجحة نتمنى قضية المنظومة السياسية فيما بعد وقضية مخطط عمل الحكومة في جانبه التربوي أعتقد أنه داخل في قضية المنظومة السياسية والإرادة السياسية في هذا الشق قضية الحوار مع وزارة التربية أين وصل الحوار هل هناك رد فعل من وزارة التربية خاصة مع خروجكم بالأمس بتلك الأعداد سيد شراد أعتقد بأنه كانت لديكم لقاءات في وقت سابق مع الوزير السابق بالعابد هل تواصل وتكرس ذلك الحوار وتلك الجلسات الآن أم أين وصلت الأمور؟ إذا أردنا أن نعطي روزنامة تاريخية لنضال الأساتدة منذ 6 أكتوبر فنقدر نقسمها إلى قسمين يعني من 6 أكتوبر إلى غاية صدور البيان تع الوزارة هذا الشق الأول والشق الثاني بعد العطلة يعني خلال فصل الثاني الشق الثاني يعني من بعد العطلة ومنذ الحكومة الجديدة هذه ما كان ولا حوار أو منفة صغير للحوار كأنه سياسة فيها غموض لا ندري ماذا يريد أو ماذا تريد الوزارة لأنه عمرها قصير سيد شراد لأنه عمرها قصير سيد شراد صحيح نا ويعني قطاع التربية ليس فيه فقط مطالب المعلمين ممتاز القطاع الوزير جديد لكن القطاع ليس جديد الوزير جديد لكن المشاكل ليس ذكية احنا دولة مؤسسات ليس دولة أشخاص لا 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 سيدي هو كذلك وبالتالي كان المفروض احنا كنا متأملين أنه عندنا أمل نسيب حلول يعني في القريب العاجل صحيح ماشي في الأسبوع الأول ماشي في الأسبوع الثاني لكن نحن الآن في شهر الثاني من النضال في خلال الفصل الثاني يعني ليست هناك ردود إيجابية من الوزارة الحالية على الأقل هناك صمت صمت مطبق دائم نعم كيف تعلق على هذا الصمت؟ والله يا صديقي أحيانا عمرها قصير أحيانا نشوف بعيدا عن هذا أحيانا مؤسسة الدولة هي وحدة تصنع المشكلات وبعدين تغرق فيها لماذا؟ نعطيك مثال لب المشكلة في هذه المطالبة بدأت بالمطالبة بتطبيق المرسوم 14.260 معدل المرسوم 0704 تصور بأن هذا المرسوم صدر سنة 2014 صدر في الجائدة الرسمية رقم 58 على ما أظن بتاريخ 1 أكتوبر 2014 بمعنى أن هذا القانون راه ساري المفعول بقوة القانون من ذلك التاريخ ومع ذلك لم تجد الآن إلى حد الآن وزارة وغيرها من القطاعات وسيرة لتطبيقه إذن كين خلل في أداء مؤسسة الدولة؟ لماذا تصدر قانونا ولا تستطيع أن تطبقه؟ ألا سيصبح المطلب مطلب أستاذة التعليم المدرسة الابتدائية أو غيرهم يصبحوا مطلبا غير قبل النقاش صيدي أنت شرعت قانونا دور مؤسسات الدولة أو قيمة الدولة في احترام هذه القوانين التي تشرعها إذا كانت قولي القانون غير قبل التطبيق قولك ما شرعه لك الأجانب أين كانت عبقاريتك قبل أن تشرع هذا القانون؟ لماذا لم تبحثه جيدا وتزيل كل عقابات أمام تطبيقه حتى تشرعها مأنك تشرع الغازة والعقابات إذن الذي يصنع المشكلة بالأساس هو سلوك إدارة الدولة عندما لا تحترم الأداء وفق القانون إذن ليصنع المشكلة هذا سيد مخطأ أنت كنت مدير موارد البشرية سابقا مديرية مهمة جدا في وزارة تربية وحتى في جميع الوزارات أو حتى في جميع المديريات كيف تتعاملون مع هكذا مطالب خاصة مطالب في قضية المناح والعلوات وزيادة في الأجر وغير ذلك هل فعلا هناك بعض المطالب تتعدى في ثقفها يعني قضية وزارة تربية ومديرية الموارد البشرية شوف أحيانا حتى مسألة المطالب أحيانا عندما يقال بأنه هذا المطلب ما هو مطلب وزاري مطلب حكومي كانت تقول ذلك وزير التربية السابقة شوف الحكومة هذه أو الوزارة أراهي جزء من نفس الحكومة ما هيش في مملكة واقع الواقع إذن التنسيق الحكومي التناغم في الأداء الحكومي يقتضي أنك نترك مسؤول على القطاع كي تكون قضية مقنعة ومبررة وعاز على حلها في قطاعك ما تقولش هذه مشكلة حكومة أنت هو الواسيط بين الحكومة وبين مستخدمي قطاعك فأعتقد عندما نتعامل نحن نتعامل مع دولة بمختلف مؤسساتها هذا الشيء الشيء الثاني أنا دائما أقول بأنه لا بد أن يكون للحوار مرجعية كي تكون عندنا مرجعية نقدر نقوله شكل يغلط شكل ما غلط أما كلمة حوار 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 من أجل الاستهلاك فلا يعتقد أنها ستكون مفيدة لا لوزارة التربية ولا لمستخدمها إذن لاحظ لك أن نرجع شوية إلى الخلف عندما كنا نحيا إزمة سياسية كان النزاع بين الناس حول أمرين الأمر الأول مطلع أو المطلب أو السير وفق شروط المرحلة الانتقالية أو السير وفق شروط أو المسار الدستوري أنا كنت من المتطرفين في تأييد المسار الدستوري لماذا؟ لأنني أعتقد بأن مشكلة هذا البلد ليس في القانون في تطبيق القانون عندما نتربى كباراً وصغاراً ومسؤولين ومسؤولون عنهم على ثقافة التزام القانون حينها سنفكر في ترقية القانون إذن الأزمة لم تصنعها الدستير الأزمة في البلاد ولكن صنعها عدم الالتزام بالدستير أيضاً الأزمة لم تصنعها القوانين ولكن صنعها عدم الالتزام بالقوانين إذن فلنحرص على أن تكون مرجعيتنا بالأساس في أي حوار حتى في حوار أساتذ التعليم الابتدائي مع وزارة التربية الوطنية أو مع الحكومة سميها ما شئت لأن الوزارة رأي وزارة في طاقم حكومي إذن لابد هذا الحوار أن ينضبطه بالشرعية القانونية كنت كان مع الشرعية القانونية نازع وشنا المرجعية في هذا الحديث الذي تحدثه ما كانش نصوش كبيراً كاين الأمر رئاسي 0603 المتضمن القانون الأساسي الوظيفة العمومية كاين المرسوم الرئاسي 0704 المتضمن الشبكة الاستدالية جون الموظفين والذي عدل بالمرسوم المشكلة اللي هو 14266 كاين المرسوم التنفيذي 0215 المعدل المتم بالمرسوم 1240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية عندما يتفق الطرفان على أنه هذا هو الإطار الذي يمكن أن نتحاور فيه سننتقل بعد ذلك إلى تصنيف المطالب هناك مطالب توقف لا في قضية المطالب فقط أريد أن أسأل سيد شراد هي قضية عندكم مطالب في شقها الاجتماعي يعني التي تخص المعلم وغير ذلك مطالب أخرى تتعلق بقضية المنهج التربوي وتطويره ومسيرته للعصر الذي نحن فيه أنتم لديكم رؤية أخرى أيضا في قضية المنهج التربوية سيد وسنتطرق إلى أيضا إلى نظرتكم أو موقفكم من قضية ما جاء في مخطط عمل الحكومة في الشق التربوي جاء بالكثير من النقاط قضية أيضا قضية المطالب سيد شراد بالنسبة للمطالب صحيح هي متنوعة إذا صح التعبير فمنها ميداغوجي ومنها ما هو اجتماعي ومنها حتى ما هو تطبيق للقانون كما كان يتكلم الأستاذ أو بتغيير أو استحداث قانون خاص أنا الآن عندما نقول لك مثلا القانون الخاصة على المدرسة الابتدائية أو الأستاذ طرح فكرة أنه يعني المشكلة تعني أن نطبق القانون فالتطبيق القانون أيضا عندنا مشكلة آخر لازم الأستاذ أو نقتالح حاجة يعني ننبه لها هو أيضا أن القانون عندما أكيد أكيد كي تكون فترة طويلة على إنشاء قانون رح نحتاج إلى تغيير القانون أيضا لأنه الوحيد الصالح لكل زمان ومكان هو القرآن الكريم أما القوانين الوضعية معنى تحتاج إلى تعديلات تحتاج إلى كل بارك الله فيك وهذا ما نطلبه نحن في المدرسة الجزائرية لإصلاح المدرسة الجزائرية لأنه ندخله في التفصيل ممتاز ندخله في التفصيل للحجم الساعي الحجم الساعي الذي يراه يرهق الأستاذ بثلاثين ساعة عمل إضافة إلى ساعات عمل أخرى كتصحيح الكراريس وتصحيح الواجبات يوميا ومن حراسة المطعم وحراسة في الساحة أيضا الدخول قبل الدوام بربع ساعة والخروج يعني صباحا ومساء يعني تنزج مرات هاي نصف ساعة ولحسب ناتع الساحة ربع ساعة يعني عنده ساعة عمل إضافية كل يوم إضافة ولا يتقضى عليها منحة ولا أجر صحيح وفي الأخير نعم هي لا يتقضى عليها منحة يعني الحراسة في الساحة أو في مفروض عليه نعم مفروض عليه فرضا وحتى في الوزارة قالنا هي علاقة وجدانية بين الأستاذ والطفل مش فاهم أنا هذه العلاقة الوجدانية وإلا ما كاش علاقة وجدانية بين الأستاذ والوزارة أيضا هاي نعلق وجدانية بك استجيبك إن شاء الله ماذا فينا أكيد الله يبارك فيك فأيضا اللي حبيت نقوله هذا يعني مثلا هذا الفكرة التانية لازم نرضو بنا لها وهو التغيير هذا الأمور اللي طال عليها الزامل لأنه الآن غير مناسبة لهذا الجيل غير مناسبة لنا نحن كأساتدة جيل جديد وغير مناسبة حتى للأطفال يعني لأنه الآن هو البرامج لازم فيها تحديد اللي احنا نعرفه الميكرو وفيها ميزاجور لازم نديره الميزاجور تحديد تحديد طيب سيد بوخطة استمعت هل هي هذه المطالب أو جزء من هذه المطالب هل هي طيب هي هو مثلا ذكر مثلا 12 266 لكن بأتر رجعي وراه الأتر الرجعي نعم 14 266 عفوا حتى ديالك غلط فيها دوك نصح لك المفروض ما عنيش هو مدام المرسوم الرئاسي خرج في 2014 1 سبتمبر بالمناسبة وليس 1 أكتوبر ف العبرة بالجالدة الرسمية ممتاز ماش مشكلة ما نختلفوش على شهر يعني نحو نحو دائما كنقول القانون القانون نحو 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 من آتر رجعي مايش مشكلة 1 أكتوبر سنة 2014 ممتاز ممتاز في 1 أكتوبر نعم لأنه الآن مثلا هذا المرسوم الرئاسي أنه من حقي مدام خرج في 2014 أنه ينتقاض عليها أتر رجعي وبالمناسبة هذا ما راهوش زيادة ما راهوش زيادة في الأجر لأنه في الأخير المرسوم الرئاسي راهو 170 ألف كيف ترد السيد أنا نعم أسأه ناقش لا أرد شوف رد في إطار المناقش شوف أولا نتفهم ولا أزوج حويس أنا في حديثنا قبل الحصة تحدثنا عن تصنيف المطالب تصنيف المطالب يجب أن نفرق لأنه باش نحل المشكلات ما نبقىوش نهضرو نهضرو بزاف سنبقى نتكلم ولا نفعل شيئا نريد كلاما يوصلنا إلى حلول فلنصليف المطالب إلى مجموعتين مطالب تطبيق القانون القوانين الموجودة وهذه المطالب لا يقع الخلاف حولها عندما يطالب الأساتذة بتطبيق ما تتكلمش عن الوزان تتكلم على الدولة ككل بتطبيق قانون سنته لا يمكن أن يختلف معهم الناس في هذا أنا واحد سيكون متجندا من أجل الدفاع عن رأيه في طبيق القانون احتراما للدولة لأننا نريد دولة ننصاع لها لا نريد دولة نسيرها بأهوائنا أنا بقطع النظر أنا كوني مواطن ملتزم في هذه الدولة أعتقد بأن قوانين الدولة ملزمة لمهما كنت ولذلك عندما يا طالب الأساتذة بتطبيق المرسوم 1466 هذا أمر لا يخضع عن ذقاش واحدة اثنين حتى مفهوم الأثر الرجعي هم غالطين فيه أو موش أثر رجعي لنوش مفهوم الأثر الرجعي الأثر الرجعي هو تطبيق القانون أو سرايا القانون على زمن قبل صدوره أما حين صدوره هذا مخلف موش أثر رجعي هذا حق الطبيعي القانون هذا عندما يطبق يطبق من تاريخ صدوره في الجهزة الرسمية هو نص في المادة اثنين منه لا يترتب على أحكم هذا المرسوم أي أثر رجعي ولكن متى هذا الكلام قبل واحد أكتوبر 2014 بمعنى أنه هذا القانون لا يسري على الزمن السابق لواحد أكتوبر 2014 دكتو لا تقولوا أثر رجعي لأنكم ستضيعون حقا يعني تثيرون حوله قولوا مخلف تطبيقه من واحد أكتوبر 2014 هذا حق من قانون لا يوجد جدا لأنك تقول أثر رجعي وكأنك تريد أن تناقض القانون الذي يقول لا أثر رجعي في المادة 2 المادة 2 تقول لا أثر رجعي ولكن لنصح المفهول بأنني مرة تناقشت مع مسؤول كبير وليس فهمت المادة فهمت لأن أثر رجعي تقول تحايل على الناس القانون 11-11 تبقوا تفيل في 2021 وما تعطيه مخلف على أساس أنه أثر رجعي لا هذا ليس أثر رجعي هذا حق هذا مخلف لأن أثر رجعي سريال القانون على زمن قبل سدوره هل تفهمين أستاذ لو كما لا من واحد أكتوبر 2014 رأهم مخلف تطبيق القانون هذا حقه صح نقدره إذا كان الظرف المالي صعب وكذلك تفاوض وينتنازل دولتنا معي أنا دائما نقول بلقنعونا بالدولة فقيرة هذا هو كانت قاب نعم بلقنعونا بالدولة مع النهاية يخدموا باطل صعوا لمستخد مباطلوا للا صح يا طيبين يا أجل معه في شباب المعام طيب هذا الشي الشي الثاني عندما أتكلم عن المهام مهام الأستاذ أستاذ المدرسة نعم فعلا فيها بعض الجور هناك مهام لأنه كنت تكلم عن الأستاذ نتفهموا نرجعون نص القائد مهام إضافية بأجر قليل جدا وبدون ننح كان نجاي ولكن نعم مهام إضافية يجب لها أيضا نعم شوف نرجع دائما النص القانوني نرجع للمرسوم سيفة 215 الذي يحدد مهام الأستاذ في المدرسة الابتدائية وفي المتوسطة وفي الثانوية هي مشتركة واشفة هذه المهام التي يمارسها الأستاذ في المدرسة الابتدائية وليس لا نصوص عليها قانوني ولكن مع ذلك نتكلم عن جام بوشداني جميل جدا نتكلم عن ارتباط الطفل نعم ارتباط الطفل بالأستاذ بالفهم المليان منظومة الأجور في التربية وفي الجزائر ككل هي من أسوأ المنظومات في العالم إلا تكون أسوأها إذن من حق هؤلاء أن يطالبوا بتثمين هذا الجهد عندما نعطيك مثال التلميذ الأستاذ يقرر التلميذ في القسم وزيد يعيسه في الساحة ولو كان عيبك ولو كان يصار التلميذ يتكسر يتحمل مسؤولية معلمة يتحمل مسؤولية مدنية بأي حق عين الظلم هذا سبحان الله حق عيق أنا اكتشفتها فيما بعد اكتشفتها في القطاع غريبة يعني فهنا ليس صعبا أننا ننوبثه مثلا مشرفيه التربية في المؤسسات العلم الإتدائي وين المشكلة؟ لأن الرعاية المفروض الآن لازم تغير العقلية أو المستوى التعليمي ليس الباكالوريا أو المستوى التعليمي القاعدة التي هي التعليم قاعدة إتدائي أو حتى التحذيري نعم ولذلك المفروض هل تكلموا على التكويل المتخصص على حسن إعداد الأساتذة على العناية بشروط العمل ككل سواء كي نقول نوفر الظروف للتلميذ ونوفرها أيضا للأستاذ والموظف في كل مكان إذن أعتقد أنه هؤلاء يحتاجون كي ندين معك شو كي يكون عندك حق ما نقول لك ما عندك ش حق نقول لك يا ودي ايه عندك حق ولكن داني عندي مشكل باش نخلص كلها باش نقيم هيا نتفاهم ونقسموها نص بهذا المنطق هل هي صعبة لهذا الدرجة تحقيقها قضية الحجم الساعة 30 ساعة قضية تصحيح الكاريز تصحيح الكاريز هذا يوقع لها كل الأستيدة يصحيح الكاريز هذا هو هؤلاء موما نهضرو يحضرون ويصحيح الكاريز طريقاتي. تفضل. كيندخلو الحمام قال. كل واحد يدوش بعشين اللي يطراو. واحد بثلاثين اللي يطراوه. وخفصوها كيف كيف. لانه احيانا كاي الامور ما تقدرش تخضر. قياس مع الفارق. لا لا ما وش مع الفارق. سمح لي الاستاذ. خلينا نكمل. معايش. خلينا نجاو. كينتكلم عن المهمة المرتبطة مباشرة بالاستاذية. ما النقشهاش. مهمة التصحيح. مهمة يمارسها الاستاذ بتعليم ابتداء. يا معايش خلينا نكمل يمارسها الاستاذ بتعليم ابتداء. ويمارسها الاستاذ بتعليم مترسطة. يمارسها الاستاذ بتعليم ثانوي. كي تقول لي مهمة الحرصة في الصحة. ما نناقشكش نقول كوي. عندك حق. ما تخلطش حزب حزرين دايما نقول. كيتخلط مطلب طاعب. بمطلب قوي. ما للمحاضرة. ما للمحاضرة عندما يلقيها الاستاذ في المدرد. سامحني فقط. وفي عنده مئة طالب. يقولوا عنده اكتضاد. لانه هو وليد خليل الحمام. معايير جامعة غير معايير سيد بخطة ساعدك. سيد شرر ساعد اليك مباشرة لترض على هذا الكلام ولكن بعد فاصل قصير. هنا منيجت في طرح نقاش قلت سيد بخطة وسيد شرر ساعد اليكم مشاهدين بعد فاصل قصير ثم نأھوك. اهلا بكم مشاهدين في الجزء ثاني من برنامج من الحياة والذي نناقش فيه قطاع التربية وقضية خروج المعلمين بالأمس للشارع ومطالبتهم بالعديد من المطالب المتعلقة في الشق الاجتماعي وحتى في الشق المهني سيد شرارت كان سيد بخطة يتكلم على قضية أنه لما تضع مطالب يعني ضعيفة أمام مطالب قوية ستذوب وتضمحل وتذهب ويذهب مفعولها في نهاية المطاف كيف يعني تعلق على هذه الكلام ساحة تعبير الذي يبحث إذا كانت الجهات المسؤولة تبحث عن أخطاء أو عن حجج ربما حتى تتفادى إعطاء الحق لأهله فأكيد يعني كل واحد إلا لكل جواد مكبوة فرح نصيبه نصيبه التغارات إذا كان الدستور والرئيس الجمهورية وعدى بتغيير الدستور لأنه يوجد فيه خلل أكيد وعندما يطرح فكرة تغيير الدستور لأنه موجود فيها خط خلل إلا اللي داروا الدستور وداروا خلل اللي يدير المطالب ما يديرش خلل لكن يعني تعترف بأن فيها خلل يعني طبيعي لأنهم بشأن بارك الله وفيك مكاش لي مكاش وثيقة لا تحتوي على خلل مكاش يعني الناس عندهم استعداد يعني بشو يتأخذوا عطا ما هم تنقضوا الوصول أظهر إن شاء الله إحنا نسيبه أيضا في الوزارة اللي عندهم استعداد مثلك أستاذ مثلي يعني عندهم استعداد أنهم يعطونا المطالب بتاعنا أو يفهموا المطالب بتاعنا هذا إن شاء الله طبعا إحنا أملنا كبير إن شاء الله إن شاء الله قضية طيب في مخطط عمل الحكومة مؤخرا جاء في الشقة التربوي بالكثير من النقاط وصفت بأنها طموحة أو مهمة أو جميلة جاءت لكي تغير الكثير في قطاع التربوي جميع يجمع بأنه يعني أعطانا منظومة مفلسة هكذا ألا تعتقد سيد شراد وثم عود إليك سيد بخطاء بأنه هذا ما جاء في مخطط عمل الحكومة يستجيب إلى الكثير من المطالب ثم أيضا رئيس الجمهورية وعد بأنه سيستجيب إلى مطالب أساتذ التعليم الابتدائي في ظرف أقل من ثلاثة أشهر والله نحن في الانتظار ولا عيبة أننا نبقى حراسا على مطالبنا وأننا نبقى وعلى أبنائنا طبعا وعلى أبنائنا هذه إحنا مطالبنا على جالأبنائنا وعلى جالمدرسة الجزائرية وعلى جنة فهذا مفروق منه يعني تحسين حاصل وبالتالي إحنا ما عندناش مشكل مع الزمن عدنا مشكل لماذا الجهات المسؤولة لم تضع جدوان يعني بما أنها عندها برنامج رئاسي جات به وعندها برنامج انتخابي وعندها مشروع لإصلاح المدرسة الجزائرية لأنه في حملة الرئيس وليس محطط عمل حكومة صودقة عليه قبل ثلاثة أيام فقط يعني وكأنك تطالب منها لا أدري جديدة هي في قضية العمر البعض يقول لكم بأنكم تستعجيل جديدة في قضية التصديق عليها وليس في إعداد قضية المصادقة للمخطط عمل الحكومة لكي يكون في سرية المفعول يجب المصادقة عليه من طرف مجلس أو مجلس الشعب الوطني لا ربما ما فهمش قصدي أنا ما قلش يتم الآن تطبيق هذيك البرامج لكن أعطيني البرنامج أو حتى بعض النواب البرلمانيين داروا هذا الملاحظة أو ملاحظة وجيها مثلا قضية الضرائب أعطيني تاريخ وهل الأستاذ معفى منها مثلا ولا لا لأنه إلا يقصد التلت ملايين هو الأجر القاعدي هذه الأستاذ يستفاد منها أمر جميل لكن إلا قصده الأجر الأجر الأجمع معناه الآن الأستاذ سيحرم من لي يرجي الأجر الأدنى معناه الآن الأستاذ رح يحرم من هذا الإعفاء بسبب 100 ألف يعني هذه 100 ألف بالنسبة للمرنامج الحكومي الذي صدق عليه 100 ألف ترفه الأستاذ هنا خلل هنا علامة استفهام كبيرة الأستاذ رح يبحث عن الإجابة عليها فضل سيد بخطة شوف يا الله إحيانا الاستجابة قد تكون بالمنع عندما تطلبوا شيء لا يستجاب له وأستجيب لك بأن أمنعك منك كما تدعو الله عز وجل بشيء لا يصلحك فيستجيب الله ببعدي عنك فعندما أقول عندما نقول بأننا سنستجيب المطالب جملة أعتقد أن هذه دماغورية نعم الحالة الجادة هي أن أناقشك مطلبا مطلبا ونقول لك هذا فعلا نستجيب لك فيه 100% نعطيهك 100% نقول لك هاي الموالي هاي والناقشة معك لأنه دائما نرجع للمسألة ونحن ذكرنا بها علاقات العمل هي الثقة كي تكون ثقة قائمة علاقات العمل قائمة على الصدق والثقة والاحترام متبادل يقول لك لا يوجد مشكلة نعطيه معك اتفاق ونذهب معك ولكن كي نعطيه معك اتفاق وتخلف ونعطيه معك اتفاق وتخلف ونذهب معك تفسد العلاقة أنا أقول لك أن نمرس عليك وسائل الضغط فأحنا أنا دائما نقول لك أن نصحوا علاقات العمل تولي قائمة على الصدق على الصراحة على احترام أخلاق الدولة بل ما نتكلم عن الأخلاق الخاصة نتكلم عن الأخلاق العامة التي هي متبطة بالدولة لأن المسؤول في منصبه هو لا يمثل نفسه كن أنت كما شئت ولكن مثل في المنصب أخلاق الدولة التي تعرضها على الناس ولذلك أنا أقول المطالب هذه ما نقدرش نقول لك سأستجيب لي مطالبك جملة معناها أني سوف أستجيب لها جملة ولكني أقول لك بأن نروح معك في التفصيل نقول لك بالله هذه نتناقش حول هذه المطالب يعطيك الصحة ولا أعتقد أنا اتناقشت مع الأستاذ باين وصلنا حدث هذا تقدمنا وتتهمني في كثير من المسائل ولكني كان الأمر بيدي وبيدي يقول نادرنا وصلنا للاتفاق لماذا؟ لأنه تقول لي أحب نقص سياسة طربوية المناهج والبرامج وندير إضراب على جلاء واحد ما يقبلها منك لأن سياسة طربية ليس ملكك وليس ملكي وليس ملك واحد بعيني هي ملك مؤسسة الدولة وملك المجتمع بالأساس وبالتالي ما نقدرس نقول لي دائر إضراب بلاش نغير سياسة طربوية ولكن تقول لي أنا عندي يا شوف هذا القانون ما طبقته ليش وراك ما لتزلتش معاي ندير إضراب نفهمك تقول لي مثلا هذا المهم ما رك نكلفني بها والقانون ما ننصش عليها نفهمك تقول لي مثلا القانون هنا روية نص على كذا وكذا وهذه مسألة تجاوزها الزمن أيا نتناقش عليها وفق المرجعية القانونية باش نغيرها نفهمك ولكن الإطلاقات تقول لي ما عنداش معنى تقول لي ما عنداش معنى ولذلك أنا أقول دائما خلينا نصنف مطالبنا تصنيف يقبله المنطق ويقبله العقل ولذلك أنا دائما أقرأ كنت مرجع ببعض الكتاب يسموه المنهاج في ترتيب الحداج يقول لك كاتب يقول إذا أخلطت دليلا ضعيفا بدليل قوي سيؤثر يعني هذاك الضعيف ينقشك في الإنسان ويلحه عليك في النقاش نعم يثير الشبهة حول المطلب القوي فنخليونا من المطالب الفضطاضة العامة اللي هي مهمة شخص وما هي مهمة استدعيم الابتدائي وحده وما هي مهمة استدعيم توسط وحده وما هي مهمة الإعلامي وحده وهي مهمتنا جميعا هذه كنت نقشع لها شروط عامة شروط الخاصة المتعلقة بالإعداء المباشر وفينا قتل الكائن والكائن نبدأ ونجسده في مطال فضل ما تحطط عمل الحكومة سيد طموح طموح أنك تدلي مخط حكومة في شكل حمله ببرنامج انتخابي تقولي سأفعل وسنعمل كذا ونطمح ولات حقيقي كذا هذا كل واحد يستطيع أن يقوله ولكن الآلية هاو جديد الحكومة ما عنداش الآليات لا لا ما نعتقدش لا بالعكسر لا أتهم الحكومة أبدا ولكن العبرة عندي سنصل إليك يقولي هاي الآلية جديدة ليدرتها هو جديد مخطعي وفتاخ في لا يحن دين العملية فلانية و العمل فينا فيها جديد فلاني وفيها كذا وفيها كذا هنا يكون عنده معنى أما أن نحلم في برامجنا فشيء جميل هذا الطموح اللي عند الحكومة هو نفس اللي عند الشعب هو نفس اللي عند الأساتذة وشيء جميل يجب أن نتعاون جميع من أجل تحقيقه ولكن يبقى كلام احنا حل ها عبدالي بسم الله ها عنا مشكلاتنا نبدأ نحلها إذا ما ناش قادر نحل هذه المشكلات البسيطة ولمشاكل تراكمية عند العديد من الزمانية فشل حتى وزراء سابقون في هذا القطاع على حل هذه المشاكل الإضرابات في قطاع التربية موجودة حتى في بداية الألفنات منذ بدأت الإصلاحات نحن نسمع هذه الإضرابات وأكبر قطاع يعني يعاني من الإضرابات هو قطاع التربية ربما هناك من فشل وهناك من تسبب في هذه المشاكل بالنسبة لقطاع بفعل فاعل تقصد يعني؟ طبعا مثلا في المناهج والبرامج حتى تقول لي ما راكش وحدك للطالب بها صحيح ما راكش وحدك نطالب بها حتى الأولياء معنيين لكن ما تنساش بلي أنا أراني مواطن وأستاذ وولي نعم ما نخلطه هاش تريد ما صحيح حزب حزب وهذه سيساندوك فيها الجميع ولكن ما تخلص تقول أنا داينا إضراب حتى تنقشوا لهذه لا ما راكش ما وش في الفكرة هذه هكذا نتفهم يعني يا راكش نقول لك باللي ما نضيش عليها إضراب ولا لا الواجبك أن تطالب وأن تناضل وأن تبدي الرأي ولكن ما نخلطه هاش بحزب كان حاجة نخضرنا نتعامل معها فورا كان حاجة نتعامل معها مع المدى المتوسط كان حاجة نتعامل معها مع المدى البعيد وهكذا نعم لا أنا نخالفه الأستاذ في النقطة هذه لأن تجهيز الستوديو ليس من مهامك أستاذ هناك مسؤول للعتاد والوسائل هو المستكلف بها أنت إذا دخلت وما صدت الوسائل راح تدل الإضراب احترام الاختصاص ولما ما ديش الإضراب وتقول أنا ما يهمنيش لا نجلش نبقى هنا شوفه أستاذ لا نجلش لغتنا غير الإضراب لا هو لغت سأحتاج سأحتاج سابذون من أجلي وخلي لك لازم الإضراب في هذه نوافقك في هذه نوافقك ممتازة لأن هناك عدة وسائل وقد تستطيع أن تحقق كثير من الأشياء بدون الإضراب إذا ما كانش خيار لغال ما وجدش طريقة لأنه حتى تجعل القانون العمل باش نطبقه لكن إحنا نبقى الإضراب وما الحقناش نقول عليها باللي مفروض المفروض قبل ما نروحوا للإضراب نروحوا للتفاوض نروحوا للتحكيم ونديروا الوساطة هذا المنصوص عليه قانون العمل فإحنا هذا المرة حيجعنا خرقوها بداية بوسط الدولة لأنه دائما دائما نقول لنا لهم قادم بأنه قمنا بمجموعة مسلسلة الحوارات ولكن الوزارة قامت بوعود ولم تفي بها يوجد رهي مؤطرة بين نصوص قانونية بمواد قانونية في قانون العمل كيفاش تدير الوساط الوساط تقدروا تفهموا عليه تخيروا تقدروا تروحوا للتحكيم أيضا يدخل القضاء سأل الإضراب هو آخر هل تحققت بعض المطالب في السنوات السابقة عن طريق الوساط وعن طريق التحكيم وعن طريق الصلح هل حققت هذه المطالب ليست في أخلاق المسؤولين ولا في أخلاق الموظفين ولكن التغيير يبدأ من هنا صحيح أنا وفقك على الفكرة لا بد أن نغير هذه المسؤولين من فكرة وفقك لكن هل الواقع يقول هكذا للأسف لا لسنا عصر الواقع أنت الآن ألا تريد أن تغير واقعا فلنغيره شوف أنا كنت أتكلم من قبل على مسألة على ثقافة التزام القانون من هنا يبدأ التغيير لو كان لديك مشكلة في المطالبة بالتطبيق القانون شكرا لدينا ثقافة القانونية سواء كأفراد أو كمؤسسة دولة أو مؤسسة دولة هي التي تقدم القدوة في التزام القانون إذا غلط الأستاذ أو غلطت أنا في التزام القانون عندي حق خطأ نتع 20% الدولة عندي حق تع 2% ميش 20% هي ما تغلط المسموح لي بالخطأ أتطلع مسموح المؤسسة لأن هي من تزرع الثقة يعطيك صحيح إذن المسألة رأي مسألة ثقة لابد من تغيير أوعد العمل حتى نسأله هل عندكم ثقة في هذا يعني في هذا الوزير الحالي هناك تعقام حكومي جديد فلسفة جديدة في تسيير في نمط تسييري نعم جديد عندكم ثقة في هذا الأمر نحن الله غير عندنا ثقة في أنفسنا بأننا سنصنع التغيير إن شاء الله إن شاء الله وقضية الطرف الآخر الذين تتعاملون معه طرف الآخر لو أجبتك حسنا إجابة سياسية وإحنا قلنا من الأول ورئيس الجمهورية وعدكم بأنكم سيتكفل بهذه المطالب إن شاء الله نتمنى ذلك وإحنا قلنا من الأول نلتزم بأننا مهنية ليست سياسية بمعنى ما سنكون مع الطرف هذا ولادت الطرف هذا أنت مع مطالبك أنت مع قطعة تربية أنت مع إطلاح المدرسة الجزائرية أنا مع تغيير المدرسة الجزائرية بعض سيد مخطي يقول بأن المشكلة في وزارة التربية وحتى في جميع القطاعات هو مشكلة تعينات مشكلة رجال تكلمت مع أحد النقابيين في وزارة التربية قال لي بأن مشكلة تعينات مشكلة يؤرق كثيراً قطاع التربية لأي مدى هذا الكلام صحيح أو يعتبر صحيح شوف أنا قلت لكم من قبل عندنا مشكلة أول مشكلة التزام القانون من الفوق التحت كامل كيف كيف هذه الثقافة غير موجودة ولاحظ أنه في فترة ما إحنا فكرنا حتى أن خرقوا الدستور وخرقنا مراراً من أجل أن نستمر في الحكم وقلت النظام السياسي لا يفكر لا ينظر إلى الدستور على مرجعها على أنه مرجعية يتحكم إليها ولكن ينظر إليها على أنه آلية يستعملها من أجل تستمر في الحقوق ينسحب هذا على إدارة الدولة أحيان إدارة الدولة لا تستعمل قانون من أجل أن تطبقها وتحققها بالحقوق ولكن تستعمله من أجل التفاف بها على الحقوق فهذه الثقافة يجب أن تتغير عندما يصبح القانون غرضه تحقيق العدالة ويصبح التزامه مش محل نقاش حينها سننتقل إلى المرحلة التي تكلم عليها صديقي وهو أن ننتقل إلى ترقية القانون تغيير القانون المشكلة إذا كان إحنا أصلاً ما عندنا إستقافة الانتزاب ما الجديد الذي ستأتي به عندما تغيير نصاً بنص لا جديد إذن إضمن أولاً إضمن أولاً أنك ستلتزم القانون وتحترم من جهة من جهة أخرى أنا دائماً نقول عندنا مشكلة تسير شيء نعم أبين وما عندناش معايير واضحة في إسناد المسؤوليات ولا في إنهاء المسؤوليات ويقع العبث بالقطاعات مختلفة اللي يجي نحي هذا الدير هذا نحي هذا بغير معيار كي تكون هناك جهة مسؤولة وتقول لك خوية ولكن من الكفاءات قضية الولاءات هذا لأن من منطقة نجيب معايا الذي تعودناه منذ سنوات العبرة بالولاءات ليس بالكفاءات وهذا الذي أنهى كمؤسساتنا عندما تتغير المعايير وتظهر تصبح شفافة وقابلة للملاحظة قابلة للملاحظة عندما يقيم المسؤولون على أساس آداءهم خوية هو ش درته هو ش ما درتش والمحاسب حتى تصبح المسؤولية غالية سيد ستجد كثير من يهرب منها لأنه اللذي يأتي ويطلب المسؤولية يعرف بأنه سيحاسب سيساءل سيتابع سيرافق من الجهات المعنية لما لما يلقاها يعني كما يقولون بين الظفرين باللغة العامة سيبة وحتى هو أيضا يعمل الأمور انت شوف روح للإضاءة الجزائرية مثلا يقول لك انت باش تثبت وضع ملف لازم يعطيك وصل السلام وصل التزام هذا يجعل عنده التزام قانوني معاك في الأجال ولكن هو لا يعطيه لك ويعتبر ذلك عبقارية في تسير هذه ليش عبقارية هذا تحايل هذا خبث هذا القانون ألزمك باش تعطيه لي يعطيه لي التزمت معي ماذا تزمتش نستعمل نوسائل قانونية ولأنه ربما ينتظر مزايا غير مستحقة وغير مبررة من تلك الإجراءات وإجراءات البرقراطية وهذه عنده علاقة بالخلفية السياسية بالفكر السياسي عندما يشعر الموظف بأنه مسؤول أمام مواطن بأنه ليس مسؤول أمام مسؤول تعقبل مسؤول أمام مواطن بأن الإدارة هي خدمة عمومية ليس خدمة سلطوية أنت لا تخدم السلطة أنت السلطة وضعتك لكي تكون أنت وإياها في خدمة الشعب يصبح المعيار الذي تضبط به نفسك راني مليح هو مدى قيمة الخدمة التي تقدمها المواطن إذن هنا المشكلة أنا كي نقول لك المشكلة هو مشكلة السياسة فكر كما شئت نعطيك مثال بسيط كي تكون عندك مجاري مياه مجاري صرف مسدودة تصب فيها الحليب يخرج تصب فيها الخمر يخرج تصب فيها الماء كيف كيف إذن وش المطلوب المطلوب تصرح المجاري كبدا أنا دائما أن نقول باللي كي نأزمة تسيار عندما تضبط عملية تسيار موجودة في وزارة تربيع موجودة في كل قطاعات الدولة في أغلب قطاعات الدولة عندما هذا المجاري سيد بوخطة أنت كنت إطار سامي كيف ذهبت أو خرجت من هذا القطاع هل بقضية الولاءات عندها علاقة في هذا الشأن لا أريد أن أشخصك لأنك لست موضوعنا ولكن الاستدلال بقضية تعينات مهما كنت في أمثالي كثر هكو اللي كمالة مش مشكلة أنا وحمد الله 47 سنة نخرج التقاعد طيب نعود إلى قضية إضراب المعلمين البعض يتكلم على إضراب مفتوح سيد الشراد وقضية رفضكم للحوار مع وزارة تربية لا أدري إن كان هذا الكلام صحيح يمكن أن تفندها أو تؤكدها في نهاية المطاف ستواصلون الإضراب تقاطعون أيضا حراسة الامتحانات المقبلة كما فعلتم في الامتحانات السابقة هناك إجراءات تصعيدية تقومون بها سيد الشراد نعم صحيح بالنسبة نبدأ بالنقطة الأولى وهي رفض الأساتدة للحوار هذا صحيح أمس تم فتح قناة للحوار مع جهات أعلى في الدولة لك نحن رحبنا بالفكرة في البداية وما عندنا مشكلة طبعا مع الحوار لكن أني نتحاور وزميلي يتكركر إلى مركز الشرطة وزميلتي يغتم رفعها إلى نعم نعم ليس مطلقة نعم هنا أرفضنا أرفضنا لتصحيح الاختلاف هو مشي تعزعاف وإنما ما تجيش نتحاور معاك ودي لي مسر قبط طبعا الآن خليني في راحتي نتحاور معاك في راحتي ومشي وانا عندي ضغوطات من خارج منش عارف كيفاش نقدر وربما ولي نتساهل أكثر المهم يتم الإفراج عليهم ويتم كذا يعني حتى تحيد تصبح الحوار بإطلاق صراحة أو لا بدل أن تضح صحيح صحيح هذا ما حدث أمس لهذا تم تجنب الحوار يوم أمس بعد ذلك يعني بالنسبة لآليات التصعيد هناك عدة آليات تصعيد التي اقترحها الأساتدة ليست التنسيقية منها مقاطعة الاختبارات تعالي الفصل الثاني منها الدخول في إدراءة مفتوح ابتداء من 2 مارس إن شاء الله هذا مؤكد لا ليس مؤكد هذه كلها قلت الحد الآن هو اقتراحات الأساتدة راهي تدرس وتجمع تهديدات فقط ليست تهديدات قلنا أنها هي دراسات راهي تجمع خيارات هذه خيارات تدرس عند الأساتدة لأننا لا لدينا انتداب نقدر نجوز المدارس في أسبوع ونقدر نعرف القرار بالتالي نحتاجه شوية وقت أكثر من المقابيين إن صح التعبير لأننا رأينا أساتدة نخدمه وبالتالي أوقات الفلاغ قليلة باش نعرفه والراهي الإحصائيات المضبوطة والخيار الصحيح لو حبوا ومن هو مع الإضراب المفتوح ومن هو ضد الإضراب عندكم إحصائات عندكم إحصائات حد الآن النسبة الأغلبية هرايه ماشية مع الإضراب المفتوح في 2 مارس ومع مقاطعة الاختبارات الفصل الثاني وهناك حتى ما نقترح مقاطعة الاختبارات الامتحانات عفوا النهائية لكن ماشية للمدرسة الابتدائية وإنما ولكن هذا يضر التلاميذ في نهاية المطاف جمعية أولياء التلاميذ بالأمس اشتكوا من أنه هناك تعطيل لمصالح التلاميذ إلى متى نبقى يعني نستعمل التلاميذ كرهائن كذرائع في يدي مطالب هكذا للمعلمين أو لغيرهم نعم شوف هذه الحجة حتى للأطباء وقالوا لهم ما تديروا الناش للمرضى رهائن وحتى لبلد والمواصلات يعني البوستات قالوا لهم ما تديروا الناش للعمال رهائن لأنه دراح منهم بعد في الرهينة كيدر إضراب وهكذا هذه كل قطاع إلا وله ورقة ضغط قطاع التعليم عنده التلميذ الضغط لكن مشي أنا لحطيته لكن مشي أنا لحطيته كرهينة لأنه أنا أطالب بتحسين الأوضاع هل دنبي أني يكون طالب بتحسين الأوضاع أصبحت أنا المتهم المتهم جمعية أولياء التلامير تشتكي الآن جمعية أولياء التلامير جمعيات أولياء التلامير يعني أولياء التلامير بصراحة هذا لا يشكل لنا عائق لأن أولياء التلمي لا يهمنا بالنسبة لي أنا شخصيا كيف تريدون أن وزارة تربية يهمها أمركم لا خليني نقول لك حاجة خليني نقول لك حاجة بش مدلش كما ويل للمصليين لا أنا عادي أنا تناقش معك بدون أي خلفيات دعك من سيف نكمل الفكرة أمرك عندما مش كون أنا هادرو أولياء تلمي تقسيتني على جمعيات أولياء التلاميذ هي اللي تتهمنا قلتك أنا ما يشكل ليش عائق لأن أولياء التلاميذ ما تهموناش بهذا الأمور وبداليل كانوا معانا في المسيرة ومزلهم معانا في كل مكان متضامنين وعارفين بللي ما طالبنا مشروعة وفي مصلحة أولادهم سيد هذا هو قصدي يعني شوف أعتقد أنه في مثل هذه الظروف لا نفكر بمنطق من المنتصر ومن المنهازم وشكون اللي يكون خطابه طاغي وشكون اللي يكون خطابه مغمور في هذه اللحظات الناس جميعا تفكر كيفاش تحل المشكلات والعبقارية أننا نستطيع أن نصل إلى حل وسط وإلى أرضية وسط وأن نسير أموانا نحل مشكلاتنا ونروح للأمام أعتقد أنه الانتصار هذا هو لأنه بالمحصلة كل أستاذ كل التلميذ الجميع متضرر النظام التربع وكل متضرر المجتمع متضرر يبقى نقاش من الضحية ومن مش الضحية نتكلمه على قانون سلوك إذا كان إضراب سلوك قانوني فهو سلوك قانوني لم يكن قانوني نده المحكمة الحكمة نقوله لم يكن قانوني التجاوز التجاوز في التوصيف الراهينة ما راهينة يعني ممكن يديني الكلام كبير ونقوله أصلاً شكول اللي أراه راهن الشعب قاع اسمه أنا قاع راهن مفتراً تعفاسات دامت سنوات كلنا كلنا فيها راهن فالنظر لا يجب أن نأكله بعضنا بعض لا على مستوى القواعد العمال وعلى مستوى مسؤولين هذا الخطاب لازم نتجاوزه لازم نمارسه الخطاب اللي يقرب القلوب اللي يقرب النفوس اللي يحل المشكلات ولا على تقريخ هو اللي مقدرش يحل المشكلات يخليه بلاستو حتى واحد ما زاد مسؤول حتى واحد ما زاد في بلاستو إذا أنا موجود في مكان ما مطلوب منك بيش تتعامل تفاعل مع الشكلات وتحلها هذا الأستاذ اللي عنده مطلب مطلوب منك المطلب اللي تقتنع بيه ويقنعك بيه تقوله بلي أنا ملتزم بيه وتحلو والمطلب اللي يمكش مقتنع بيه وتشوفوه قانونية ومقال لا يعتقد أن الأستاذ يعتقد بأنه مبيان بالميع لحق هو يعيش بمنطقة رأيسة وابن يحتميل الخطأ ورأي الإدارة أيضا حلول وسطية سيد شرات يعني فيه طرد تفاوم فيه ضد حوار الدنيا تمشي هكذا الدنيا تمشي صحة صحة الرجل عقلي دنيا تمشي أبعد جدا فعل مسألة شوف لا الأستاذة كلهم عقلاء يعني كلهم عارفين بالترهيئ بشبهات الطريقة حسن الجزائري عارف من تدخله برق هم مش يعني ما هو اللي عند اللي عند سيقابله اللي عند التجاهل سيقابله مشكلة مشكلة الجزائري هو الحوار لما تتحاور معه كما بين قوسين تعطيه قيمة معينة الحوار ليس هدفا إنما هو وسيلة ما نجيش نحاورك باش نبلعتك صح نجي نحاورك باش نوصل النويك الحلول لأنه في فترات كثير من حياتنا ولينا الحوار 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 ولينا نشوف الحوار هو هدف يعني شوف كنحاور دريت حاجة لا الحاجة للدراية كنت حل المشكلة فأنا أتحاور من أجل أن أقنع برأي أو يقنعني الآخر برأي أو نصل إلى رأي وصف فنحلنا مشكلة أدو الحوار لهادف أما أنه الحوار من أجل أن نلتقي ونظهر أمام الناس بيننا نتحاورنا الحوار شوفين كل واحد يسيب في الآخر يقول كذب عني يودك مش هدو الحوار ولكن أيضا بوثيقة منضية يعني الأمور موثقة ثم وثيقة الثقة لا تشترى بالوثيقة بثيقة تبنى على الالتزام بالوعود من قبل الطرفين حتى واحد من الملايكة لا المسؤولين الملائكة ولا نور في الملائكة صح؟ كلنا فينا من يحسن وفينا من يسي نتجاوز هذا الآن أنا في نظري نروح إلى مناقشة تقصير المطالب قال هذه نمشوفها هذه نمشوفها خمسين بالمئة هذه نمشوفها مئة بالمئة بلك تروح كي المطلب يقولك نعطيك فيهم يعني عشرين بالمئة لأنه عندك حق لأنه شوف أنا نقول لك حاجة أنا مقتنع بها وما نقول اسمه جملة في ثلاثة ثانية كآخر التقصير والظلم الذي يواقع والحيف الذي يواقع في التعليم الابتدائي لا نستطيع أن ننكره لا نستطيع أن ننكره مسؤولية الأستاذ فوق ما يؤديها في القسم لا نستطيع أن ننكره غير أني مقتنع تماما أنه هذه المسألة لا تتحلل في زلسة ولا بجرد قلب تحتاج إلى تصور وتحتاج إلى استراتيجية مستمرة نبنيها مع بعض ونتدرج فيها مع بعض وأعتقد أن الآية لازم تنقلب الآن وأننا نهتم بالتعليم الابتدائي أكثر من نهتم بالبكادوري هذه الحقيقة لأنه القاعدة البنيانة كان أساسه لا تبني فوقه لازمك بناء صحيح والبناء صحيح يبدأ من التعليم الابتدائي وسيد شراد أنتم مستعدون للتنازل في بعض المطالب الحلول الوسطية في حال ما إذا توصلتم أو تحورتم أو جالستم وزارة التربية طبعا نحن كأساتدة نحترم سنن التغيير الله يبارك فيك أستاذ نحن نحترم سنن التغيير نعلم أن النضال طويل جدا ويحتاج زمن والآن تحتاج أنك تتنازل على المطلب وتجيب مطلب وهذا هو حتى قانون النضال خدوا طالب تقدر تتوصل لي قنعك لا أشاهدوا غالطين أكيد عندك استعداد باللي تقول هذا المطلب صح إن شاء الله تكون عندها الوزارة استعداد أيضا تكون صحيح سنعود إلى قضية ونتابع دائما قضية الأساتذاء والمعلمين وقطاع التربية سنعود إليه كل ما جد جديد سيد الياشراد عضو التنسيقية الوطنية للتعليم الابتدائي شكرا جزيلا لك وسيد محمد مخطى مدير المورد البشرية بوزارة التربية سابقا شكرا جزيلا لكم الله يبركي بارك الله مشاهدين أنتم أيضا مشكرون لمتابعتكم لنلتقي غدا إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة